السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والعمل المهني في القطاع الخاص والقطاع الحكومي والعمل كاستشاري مستقل متخصة التدريب ألف شكرا دكتور فضل دكتور أهلا وسهلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أرحب الجميع رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة باللسان يفقه قولي أول شيء يعني بعد ترحيبي بالجميع الإخوة والأخوات يعني أعتذر أنه أنا لم أحضر بشكل رسمي لأنه ربما سوء فهم مني أنه أنا لم يعني لم يكن لدي فكرة أنه أنا عندي كلمة افتتاحية إلا لقبل حوالي ربع ساعة من الآن يعني حضرت بعض الأفكار على عجل إن شاء الله يعني نناقشها بشكل مختصر وبشكل غير رسمي وأستعير في البداية تعبير من أحد زملائي الأفاضل أن النجاح يحتاج أمرين أساسيين بذرة النجاح ومنظومة النجاح البذرة هي يعني في تكوين الإنسان وفي خلقه لكن البذرة هذه قد تطمر في بعض البلاد بسبب الظروف وينتهي الإنسان اللي قد يكون ذكي جدا ينتهي إلى لا شيء إلى يعني إنسان فاشل أو إنسان يعني محدود الآفاق تماما وقد تتاح له الظروف يعني وعلينا أن ندرك بأن الظروف يعني سبحان الله المباري حكوا عن فكرة أن الله سبحانه وتعالى عادل لكن هذه الدنيا ليس فيها عادل مطلق فيعني قد تأتي له الظروف لواحد أفضل منه يجب علينا الاستفادة من الظروف كثير من يعني أنا أذكر أنه من زمان من حوالي 25 سنة أنا يعني أقيم في أمريكا من بالضبط 41 سنة جيت في فبراير 81 من أكثر من 20 سنة ذكر أحد الإخوة أنه كثير من المخترعين والناجحين البارزين في أمريكا هم من العرب وربما العرب والهنود وغيرهم يعني هو يحاول التقليل من شأن أمريكا فأجبت أنا قلت له طيب لماذا بزغ نجم هؤلاء ولماذا نجحوا في أمريكا ولم ينجحوا في بلادهم ليش لأن منظومة النجاح غير متوفرة ومنظومة النجاح نحن قد نلوم الأنظمة الحكومات لكن هي ملومة إلى حد كبير لكن أيضا نحن وثقافتنا وعائلتنا يعني ثقافة عائلتنا ملومة بحيث أنه نحن نتصور كأب وأم أن النجاح في جهة معينة فنجبر أولادنا على تلك الجهة ظنا مننا أننا نعرف مصلحتهم أكثر مما هم يعرفون مصلحتنا فندفعهم إلى ما لا يهوون ومن المعلوم ومن المؤكد أن النجاح لن يأتي إلا إذا اشتغل الإنسان بشغفه وهوايته وحبه يعني إذا أجبرتني على دخول مجال لا أريد ولا أحبه ولا أهوى فرح مشي حالي فيه لكن لن أكون مبرزا وناجحا إلا إذا أحبطه يعني هناك تعبير بيقول لك طبعا إذا كان وليس الإجرام أو العنف نحن في عالم التكنولوجيا أصبحت فيه تتطور بشكل سريع يعني فيه أشياء أنا وأنا الآن عمري 63 سنة عرفتها في الصباي عرفتها من 20 سنة والآن نسقت قضية الفيديو قضية التليفون الأرضي كثير من الأمور الكاسيت عندما أحدث الجيل الصغير عليها جيل أحفادي لا يعرفونها فنحن فيه عالم يجب أن نلهث ونجري وراءه ولذلك قضية يعني الآن وسائل التكنولوجيا مهمة جدا لكن أريد أن أحذر من شيء يعني بالنسبة للتكنولوجيا وأمر هو وقعت في أنا بنفسي يعني لمدة سنة إن شاء الله ما أكون خسرت تلك السنة بل تعلمت فيها أمور مهمة أننا أحيانا بشغفنا بإحدى يعني وسائل التكنولوجيا تشغلنا يعني نصوب بقعة الضوء عليها قبل أن نصوب بقعة الضوء على الهدف ماذا نريد أن نفعله فنحدد الأداة قبل أن نحدد الهدف وهذا خطأ كبير يعني في أي بحث علمي عليك أن تحدد الهدف الأساسي ثم تقول هناك عدة وسائل للوصول إلى الهدف فما هو فما هي الأداة الأفضل لهذه الحالة وما صلح لحالة قد لا يصلح لحالة أخرى فأنا ما وقعت فيه يعني باختصار شديد في بداية مرحلة الدكتوراه كنت في جامعة كلمسون صدف أن الأستاذ المشرف كان شغوفاً بوقتها يعني موضوع اللي بيسموه الفازي ساتثيري فأراد دفعي وبالفعل دفعني بهذا الاتجاه ثم وصلت إلى نهاية مسدودة وقررت أن أعود من جديد وأغير الأستاذ المشرف فالحمد لله توفقت في ذلك أيضاً وسائل تكنولوجيا حديثة في مجال الهندسة والعمارة يدعون أكثر وأكثر إلى التعاون مع بعض تعاون الأفرع مع بعض الميكانيكي والمدني والكهربائي والمعماري والاستفادة من برامج مثل برامج BIM Building Information Modeling الحقيقة مهم جداً هذه البرامج التي يعني كما يقولون فيها ليس فقط collaboration بل أيضاً synergizing قضية synergizing مهمة جداً يلي هي يعني تترجم لا أدري ما تترجمتها بالعربي لكن التعاون هو 1 زائد 1 يساوي 2 أما synergy فهو 1 زائد 1 يساوي 11 فما ندركه ننجزه أنا وأنت أكثر مما أنجزه أنا الوحدي وأنا الوحدة معاً لنقطة أخرى يعني قضية الخروج من الصندوق وهذا تعبير صار يعني مسلوك جداً لكن يبقى تعبير حي وتحريك المياه الراكدة لأننا كثيراً ما نألف وضعاً معين ونخشى الخروج من تلك الدائرة في الواقع مؤخراً هناك اقتنية كتاب جميل اسمه Get out of your comfort zone immediately اخرج من دائرة الراحة تبعك فوراً مشكلة الدائرة الراحة في كل شيء فيما تأكل فيما تلبس في الطرق التي تسلكها في العادات كذا أنك تتعود عادات معينة فتألفها فتخاف الخروج عنها وهنا المشكلة لن يكون هناك تقدم لن يكون هناك إحراز نجاح إلا إذا كان عندك الجرأة أن تخرج وتجرب أموراً جديدة نحن الآن أصبحنا في عالم صغير لكن عالم متنوع الواقع أن استفدت كثيراً يعني بقيت في أمريكا منذ أن جئت في بداية 81 إلى أن أتيح لي أن أعمل في قطر في عام 2008 لما عملت في قطر أدركت الحقيقة أن يعني عالمنا صار عالماً صغيراً وصرنا يعني ثقافات كثيرة وعلينا أن نتعامل معها شئنا أم أبينا وإن أنت لم تسافر إلى العالم فالعالم سيسافئ فسيأتي إليك فعليك أن تتقبل هذه العقليات وتستفيد من هذا الثراء الثقافي والتنوع لمصلحتك نقطة مهمة أؤكد على الأبناء يعني الطلاب في مرحلتين مجلسير والدكتورة قضية البحث العلمي قضية مهمة جداً الحقيقة أنا يعني للأسف وجدت أن أكثرنا لا يدرك يعني معنى كلمة البحث العلمي لا يدرك معنى التحقق من المعلومات لا يدرك معنى الملكية الفكرية وأهمية الجهد الفكري وجدت فيه ثقافة للأسف سائدة في الشرق الأوسط أننا نقدر كثيراً الأشياء المادية يمكن أن أشتري أغلى نوع من البلاط أغلى نوع من الحنفيات لكن آتي بأرخص أنواع وأسوأ أرداء أنواع العمالة لكي يركبها ليش؟ لأنه ننظر إلى الأشياء المادية على أساس أنه هي المهم الجهد الفكري مهم جداً والعمل البحث العلمي أصبحت للأسف الشديد في عالم كثير من الشهادات تباع وكثير من الشهادات لا قيمة لها والله الورق المطبوع عليه أسماً منها إذا كنت تريد فقط أن تضيف إلى اسمك الدال نقطة الدكتور فلان فهذا هو شأنك بإمكانك أن تشتري شهادة لكن إذا أردت العلم الحقيقي فلا بد أن تبذل جهداً يعني وكما يقول الإمام الشافعي رحمه الله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن حالها ببياني ستة شروط يقول الإمام الشافعي ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة بمعنى يعني شيء من الرزق أو المال يبلغك طريقك يعني لا يلهيك عن العلم ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني فهذه الشروط الستة حسب الإمام الشافعي فلا بد يعني الجائزة الكبيرة لا يمكن أن تأتي بسرعة الجامعات التي تغريك بأنه نعطيك الشهادة الدكتورة بسنة أو كذا لآخره هناك مثل أمريكي جميل وينطبق هنا لا تستهين بفضل أحد واستفد من فرصك أنا تقريبا وقت انتهى لكن هنا أريد بسرعة شديدة الفرص أنا أتتني فرصة كما ذكر المهندس عمر سليم في بداية التسعينات كنت أدرس مادة الـ Cost Estimating وأعتمد على Database هي أشهر Database موجودة في أمريكا الشمالية اللي هي RS Means المشكلة كانت أنه كتابهم الـ Annual Database كان كتاب صعب جدا جدا شرحه حتى للمقاولين فلابد من شرحه شرحا تفصيليا للطلاب ما أعطاهم تمارين ما أعطاهم أمثلة كذا فكانت النوتس تبعي أكتب لهم نوتس بدأت من يعني ربما أول مرة بضع وعشرين صفحة نمت هذه المذكرات إلى أكثر من 250 صفحة ثم فكرت هل أستطيع أن أستفيد منها فأرسلت هذه النوتات إلى شركة RS Means نفسها فأعجبتهم فطبعوها كتابا وبقي عندهم الكتاب باسم أنا كمؤلف لكن طبعتهم هم الناشرون للطبعة الأولى والثانية والثالثة ثم بيع الكتاب إلى شركة وايلي وهي من أكبر شركات الإنتاج في العالم الحمد لله فصدرت منه الطبعة الرابعة والخامسة ولا زال يعني يسير بشكل قوي جدا القصة الأخرى هي قصة أعظم مهندس إنشائي في تاريخ أمريكا وربما في تاريخ العالم إذا سألت الإخوة الحاضرين يعني أنا أرى في عدم الحضور من تظن إذا قلنا أنه أعظم مهندس إنشائي في القرن العشرين هل منكم من يذكر من هو؟ الإجابة هو فضل الرحمن خان أو فضل الرحمن خان رحمه الله وهو أصلا من بنجلديش يعني كانت تسمى باكستان الشرقية أتى إلى أمريكا كشاب فقير يعني متخرج من هناك ويبحث عن فرصة ثم انتهى به الأمر إلى أن أنهى الدكتوراه في جامعة إلينوي في أربان الشامبين وأتى بنظرية ناطحات السحاب التي الآن كل ناطحات السحاب في العالم تأتي بنظريته التي يعني وفر فيها الكثير أراد أن يثبت نظريته فصمم أول ما صمم الجون هانك كوك تاور في شيكاغو وسيرس تاور في شيكاغو اللي فيما بعد أصبح اسمه ويليس تاور وكل ناطحات السحاب منذ السبعينات إلى الآن تأتي يعني لا نستهين بجهد أحد أرجو من الإخوة التوصية الأخيرة تنظيم الجهد والتخطيط والتدوين يعني كثير مننا يكون عنده الذكاء عنده المواهب لكن مبعثرة فعليك بالتنظيم تنظيم الوقت تنظيم الأفكار التدوين أنا عندي دائما قضية التدوين هذا شعري دوين أفكارك دوين أفكارك ولتبها واعمل بريوريتي لقضية الوقت ويعني كن مرتبا فيأتي إنتاجك مرتبا واعمل ما تريد وترك الباقي على الله سبحانه وتعالى ولا تنسى أنك إذا اشتغلت بما يفيد وبشغفك فإن شاء الله ستصل إلى النجاح ولو بعد حين ويعني أنا أكون سعيد بأي سؤال لأي منكم الآن أو فيما بعد إن شاء الله أخي مهندس سليم أنا أنهيت كلمتي وأرجو أن لا أكون تجاوزت الوقت المحدد لي جزاكم لك كل خير يا دكتور ألف شكرا لحضرتك على الكلمة الجميلة دي ألف شكرا لحضرتك